ماذا سيكون مصير داعش في ظل تواصل عملية نبع السلامة التركية بشمال سوريا سؤالنا بدأ يطرح نفسه بقوة مصيرنا كثير من الهواجسة الإقليمية والدولية من إمكانية أن يستعيد هذا التنظيم الإرهابية قوته مجددا حالة عدم الاستقرار في الشمال السوري والقتال ما بين الجيش التركي والجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية سيستفيد منها تنظيم داعش وخلايا تنظيم داعش النائمة وسيستفيد منها أيضا نظام الأسد وإيران أكثر كوابيس التي تقلق المجتمع الدولي حاليا هو إمكانية فرار عناصر داعش المحتجزين بسجون شمال سوريا مسؤولون أكراد حذروا أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تقترب من مخيم بشمال سوريا يضم الألاف من عوائل مقاتلي داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار بعد قصفه فيما تؤكد تركيا قدرتها السيطرة على الوضع وبأنها ستبقي عناصر داعش وعوائلهم محتجزين بعد انتهاء العملية عودة داعش للساحة من جديد أمر مقلق للجميع أنقرت عهدت المجتمع الدولي بعدم السماح لعودتهم من جديد وهذا متفق عليه مع واشنطن وفقا للمسؤولين أكراد فإن نحو عشرة آلاف مقاتل داعشي من بينهم ألفي أجنبي تحتجزهم قوات سوريا الدموقراطية حاليا مرشحين للفرار ما يسير قلق أجهزة الاستخبارات الدولية باحتمالية أن يحاول بعضهم العودة لدولهم بطريقة ما والقيامة بهجمات إرهابية إذن مسأة النزوح لم تعد أولى كوابيس أوروبا والغرب حاليا بل وضيف لها خطر عودة وحش داعش إلى المسجد العالمي وهو ما يجعل المجتمع الدولي في وضع الاستماعات لإيقاف الحرب في الشمال السورية بأي سمن ممكن لقناة الإخبارية طاه عودة إسطنبول